البلوجر هدير عبد الرازق اتصدرت كل محركة البحث بأكتر من ثلاثة هاشتاج بعد الفيديو المصرب وبدأ الكل يسأل مين اللي معيها وناس كتير كتبت انه بلوجر كان بيطلع معيها ولكن هدير عبد الرازق كشفت القصة كلها بعد ثلاثة أيام من الجدل في بسنة مباشر وقالت اللي كان معي في الفيديو المصرب مش هو الشخص اللي كان بيظهر معي في الفيديوهات أنا مش طالع برر ولا أقول ان الفيديو مش بتاعي بس ما عرفش انتشر ازاي ما عرفش مين اللي نشر الفيديو ده الشخص اللي كان معي في الفيديو كان جوزي على سنة الله ورسوله ما رضيتش أقولني ما اتجاوز على السوشال ميديا عشان بحب الخصوصية أو ما حصلش بيني وبينه نصيبه كل واحد راح لحاله وكفاية فضايح باسمي أنا ما عملتش حاجة حرام أنا لو مش كويسة كنت مشيت في حاجة غلط كتير حسبي الله في أي حد صار بالفيديو اتقوا ربنا وامسحوا عندكم إخوات بنات أهلي نفسيتهم تعبت وحياتي بغزت وبيتي تخرب ارحموني وامسحوا الفيديو ومش هتشوفوني تاني